اشتركوا في القناة هذه الحبوب مسؤولة جزئيا عن الاثار الايجابية للرياضة بما في ذلك الحد من خطر السكتة الدماغية وامراض القلب والسرطان صحيفة المصر اليوم المصرية عنوانات محاولات الشرطة فشلت بطة تتسبب في اغلاق طريق سريع في المانيا تسببت بطة فقدت خمسة من فراخها الصغار في اغلاق طريق سريع في المانيا لمدة نصف ساعة وطرت الشرطة الالمانية الى اغلاق الطريق السريع خارج مدينة كولونيا بينما كانت البطة الام تبحث عن خمسة من صغارها لم يتمكنوا من عبور الطريق واضافت الشرطة ان عائلة البط حاولت عبور الطريق الخطر ولكن سيارة مسرعة صدمت الفراخ الخمسة ونفقت على الفور صحيفة الرياض السعودية عنوانت انقراض من نوع مختلف اعلنت الهند عن خشيتها من اختفاء 122 لغة بسبب قلة عدد المتحدثين فيها والذين لا يتجاوز عددهم مجتمعين عشرة الاف انسان اما ايسلندا الدولة المتحضرة وصاحبة اقدم الديمقراطيات في العالم فاصبحت تشتكي من تلاشي لغتها الاصلية بسبب الانتشار الواسع للغة الانجليزية ويمكن تعرف اللغة المهددة بالانقراض ينهى تلك التي يتكلمها اقل من الف انسان والى صحيفة الشرق الاوسط التي عنوانت تطبيق جديد يجلب السعادة لمستخدميه يعتمد تطبيق جديد اطلق عليه كاشف الابتسامة على جمع صور مبتسمة لاشخاص ووضعها على شاشة الكمبيوتر واستخدامها في الوقت الذي يحتاج فيه الشخص لاطارة عاطفته وقام الباحثون بجمع الف ابتسامة وطرحوها على موقع الالكتروني ودرسوا ردود افعال المستخدمين فتبين انهم شعروا بسعادة غامرة مما شجعهم على الابتسامة دائما واخيرا مع صحيفة النهر اللبنانية التي عنولت شركات مشروبات تدعم حملة مكافحة السكري وفقت سبع شركات كبرى لانتاج المشروبات على خفض كمية السكر في مشروباتها بسنغافورا باطار حملة تنظمها الدولة لمكافحة داء السكري واعتبرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي ان السهلاك كميات اقل من المشروبات الغازية الغنية بالسعرات الحرارية هي طريق الافضل لمكافحة الوزن الزائد